كلما داق الخناق واشتدت الضغوط على موسكو عاد صوت العقيدة النووية ليعلوا مجددا وكأنها تريد التذكير بأن روسيا لا تزال تحتفظ بأدوات الردع الأقوى في جعبتها تصعد يظهر مع كل اختبار سياسي وعسكري لعيد تشكيل المعادلة الدولية يضخ في الأجواء توتر يعكس حساسية وخطورة المرحلة الراهنة فهل خيار استخدام النووي بات فعلا قاب قوسين وأدنى من دخوله حيز التنفيذ وهل يندرج في إطار الرد الذي حذرت منه موسكو في حال ضربت أراضيها باستخدام صواريخ بعيدة المدى روسيا رفعت جهوزيتها ومعها ارتفعت راية التلويح بالنووي مجددا إذ وقع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين مرسوما يسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية تزامنت الخطوة مع مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وتأتي هذه التطورات عقب الموافقة الأمريكية لكييف على استخدام الصواريخ بعيدة المدى في ضرب العمق الروسي ولعل السؤال الأكثر الحاحن فأي المسارات يصرف هذا التوجه الروسي الكريملين قال إن توقيع الرئيس الروسي على وثيقة العقيدة النووية الجديدة هدفه جعل الأعداء المحتملين يدركون حتمية الرد على أي هجوم يستهدف روسيا وحلفائها أكد الكريملين أن موسكو تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان عليها أو على بيلاروسيا بالأسلحة التقليدية إذا كان ذلك يشكل تهديدا خطيرا لسيادتهما وأشار الكريملين في بيان إلا أن أي عدوان على روسيا من قبل دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية سيعتبر هجوما مشتركا وبين اللين تارة والشدة تارة أخرى تتراوح خيارات موسكو تلويح بنووي وانفتاح على الحوار مع واشنطن فهل تبقي موسكو الباب مؤاربا؟ المتحدث باسم الكريملين ميتري بيسكوف أكد أن روسيا مستعدة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ومنفتحة على الحوار لكن بيسكوف قال أنه رغم تأييد الرئيس بوتين لهذا المسار إلا أن موسكو لن تتخذ هذه الخطوة بمفردها ولأن خفتت أو علت لهجة خطابها فإن موسكو لا تغير ثوابتها ضرب أراضيها بصواريخ بعيدة المدى لن يمر مرور الكرام الخارجية الروسية حذرت مما وصفته برد مناسب إذا أطلقت أوكرانيا هذه الصواريخ التي زودها بها الغرب على الأراضي الروسية قائلة أن ذلك سيغير طبيعة الحرب جذريا توجه يقول الناطق باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف أنه سيزيد منسوب التصعيد ومن شأنه أن يحول المواجهة مع كيف إلى مواجهة مع الناتو والولايات المتحدة والقضية تتفاعل داخل أوكرانيا أيضا فوزير الخارجية الأوكراني قال إن الموافقة من الولايات المتحدة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية هي تغيير للعبة في الحرب وأضاف الوزير الأوكراني أنه كلما طالت المدة التي يمكن لأوكرانيا فيها الضرب كلما قصرت الحرب ينضم إلينا الآن من موسكو استداء علومة سياسية في جامعة العلومة الإنسانية الدكتور نيزار بوش وأيضا ينضم إلينا من كيف مساعد وزير الدفاع الأوكرانية السابق أليكساي ميلنك أهلا بكم ودعني أبدأ معك دكتور نيزار الآن مع توقيع الرئيس الروسي ولاديمير بوتين مرسوما يسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح هناك ربما تفاصيل أخرى الآن استعرضناها هل هذا يعني بأن موسكو اليوم فعليا جاهزة أكثر من أي وقت مضى باللجوء إلى السلاح النووي نعم تحية لك وللضيف وللمشاهدين حقيقة يعني ما نراه اليوم وخاصة أن الرئيس بوتين وقع على تعديل العقيدة النووية كان هناك إضافات حقيقة رادعة أن أتحدث عنها إضافات رادعة إذا فهمها الغرب على وجه التحديد بسبب أن الغرب أعطى الضوء الأخضر لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ أتاكامس وستورمشادو وسكالت وطبعا صواريخ بعيد المدى أخرى هذا ما يهدد الأمن الاستراتيجي الروسي في الداخل في العمق الروسي أي أنه إذا ما طبعا تم الهجوم بربما عشرات أو مئات الصواريخ من جهة أوكرانيا فيمكن فعلا هذا يهدد حقيقة يعني الشعب الروسي البنية التحتية الروسية ممكن البنية النووية الروسية محطة الطاقة النووية عندها روسيا لا شك سوف تستخدم كل ما لديها من قوة وعلى رأسها السلاح النووي الأمر لم يبقى مزحة ولم يبقى آسف يعني عبارة عن تصريحات فقط ولكن هذا اليوم هذا التوقيع من قبل بوتين على التعديل أعتقد هو رد حاسم على أعطاء الضوء الأخضر من قبل الغرب إلى كييف بضرب المنشآت التحتية العسكرية وربما كما قلنا الطاقة النووية في روسيا وربما يصل صاروخ أو اثنان أو ثلاثة إلى بوترسبورغ أو إلى موسكو الأمر أصبح خطيرا جدا فلذلك من وجهة نظرية الشخصية أصبحت روسيا أكثر حسما وربما هناك انتقادات كثيرة من الداخل الروسي للسلطة في الكريملين للبلبوت نفسه أنه يجب أن نفعل هذا منذ سنتين وليس الآن أي أن الأجل أمر متأخر جدا فلذلك على الغرب أن يتفهم ما يفعله الآن الكريملين ويفهم هذه التعديلات على العقيدة الروسية وإلا فعلا نحن ذاهبون إلى منطق أو إلى حالة عام 1962 عندما كانت هناك أزمة الكاريبي وإلا العالم كله سوف يذهب إلى الجحيم طبعا كلنا لا نريد ذلك فهنا أيضا أمر مهم أيضا جدا للعقلية في كييف على أن الغرب لن ينقذكم بهذه الصواريخ التي يعطينكم إياها وما هو المنقذ هو الذهاب إلى طاولة الحوار مباشرة والأمر الواقع وأن تؤمنوا بالأمر الواقع ما هو الآن عجبها لأن الغرب يستخدمكم في مقاتلة وإلام واستنزاف روسيا فقط دعني الآن أذهب إلى ضيفنا سيدة الكسي سيدة الكسي أهلا بك معنا إذن الرئيس الروسي لديمير كوتين الآن يصادق على تعديلات متعلقة بالعقيدة النووية الروسية تزامنا مع مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا سيدة الكسي كيف ستقرأ كيف هذا التطور وهل ما زالت تريد كيف استخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي مساء الخير وشكراً لاستضافتي أعتقد أن تعديلات على العقيدة النووية الروسية ليست بجديدة فإذا منظرنا إلى النسخة السابقة من هذه العقيدة لرأينا أن المحتوى هو نفسه الأساس هو نفسه وأعتقد أن في هذا الوقت تم الإعلان عن هذه التعديلات وهو محاولة روسية لابتزاز أوكرانيا من قبل روسيا والابتزاز الغربي بشكل خاص من شركاء أوروبيين أو من البلايات المتحدة وبالتالي إذا ما فكرنا بردة فعل أوكرانيا على هذه التعديلات لا أعتقد أن هناك أي ردود فعل بارزة إذا هذه الأخبار في كييف لسيما وأن كييف قد بدأت فعلياً بضرب ألاف الأهداف أو مئات الأهداف العسكرية داخل روسيا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ المصنوعة في أوكرانيا وما الفارق إذن إذا كانت أوكرانيا تدافع نفسها بأسلحة أوكرانية الصنع أو غربية الصنع روسيا على سبيل المثال تهجم على أوكرانيا ليس فقط بصواريخ روسية الصنع بل أيضاً بصواريخ باليستية تزودها بها كوريا الشمالية وإيران على حد سواء وبالتالي ما هو الفارق إذن لما يتوجب على أوكرانيا وروسيا أن ترياه هذه أو هذا الوضع الرهن بطريقة مختلفة الآن بالذات دكتور نزار أود أن أستمر تعليق منك هل فعلاً يعني الموضوع ربما هنا سيدة أولوكسي ربما يقلل بعض الشيء من موضوع هذه التعديلات على العقيدة النووية الروسية هل فعلاً لم يكن هناك تغيير جذري وهو ربما يقلل أيضاً من موضوع استخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي يعني السيد أولكسي للأسف يعني يتحدث كما يتحدث زيلنسكي وطبعاً رؤوس حامية ذهبت بأوكرانيا إلى الجحيم والآن أوكرانيا تعيش في جحيم حقيقي بالصراحة يعني لو أن هناك عقل يعني حكيم في أوكرانيا لا ذهبوا إلى مفاوضات منذ مارت أو آذار عام 2022 وانتهى الموضوع ولم يكبدوا هذه الخسائر وتنتهي أوكرانيا ولكن طبعاً بكل تأكيد هذا تخفيف من حدد طبعاً أنهم يتحدث وكانوا يتحدث إلى الشعب الأوكراني لا تخافوا الأمور سوف تكون جيدة عن ماذا يتحدث أليكسي طبعاً وزيلنسكي وغيرهم من القيادات أو السياسيين في أوكرانيا الأمر لم يعود كما قلنا نظرياً أنا قلت أقول لكم عندما شاهد الغرب وعرف الغرب أن نهاية الحرب في أوكرانيا ربما تكون مع مجيء ترامب هذا واحد ثانياً الكل اعتقد أن فعلاً نهاية هذه الحرب سوف تكون في عام 2025 أي يعني أؤمن مع نهاية 2024 أو دخول عام 2025 فذهب طبعاً الديمقراطيون لإعطاء الضوء الأخضر كما قلنا لطبعاً كيف باستهداف العمق الروسي لا شك روسيا سوف ترد بشكل قاسي جداً هذا لا يعني أنها سوف ترد مباشرة بطبعاً سلاح نووي تكتيكي أو غير تكتيكي ولكن من وجهة نظري الشخصية أن العقيدة الآن الحرب التكتيكية سوف تتغير تماماً يعني من وجهة نظري أنه سوف تمشل الحركة تماماً في كل أوكرانيا إذا ما استخدم طبعاً استخدمت كيف صواريخ سكالت أو صواريخ الأمريكي يعني لم تكن هناك إشارة لدول بعينها سؤال أخيراً هذا نطرح عليك التساؤل لأنه ما جاء ربما في التعديلات العقيدة النووية حديث عن أنه أي هجوم يستهدف روسيا أو حلفاء روسيا هنا نتسأل أيضاً عن الحلفاء من الحلفاء روسيا طبعاً لا شك هو تحدث عن بلاروس طبعاً أو ربما يعني كوريا الديمقراطية وأيضاً في آخر بند أذكر لأنه إذا ما كان هناك أو رأينا هناك هجوم على قواعدنا خارج خارج روسيا وهو طبعاً يعني تحدث عن سوريا تماماً إذا ما تم الهجوم على هذه القواعد فهذا يعني هجوم على روسيا وعندها سوف يفعل العقيدة النووية هذا أمر طبيعي جداً أعتقد يعني كل ما رأيناه اليوم من تعديل أعتقد هو تعديل رادع قبل أن يكون أو يتم تنفيذه ولكن أعتقد إذا فعلاً تحققت هذه البنود وتم الهجوم مثلاً على بلاروسيا أو على مثلاً القواعد العسكرية في سوريا أو ربما في دول أخرى بالتاجكستان أيضاً هناك في قواعد عسكرية روسية بشكل يعني مميت أو ضارب فأعتقد روسيا سوف ترد على الجهة التي دعمت وعلى الجهة التي انطلقت من هذا الهجوم أما بالنسبة لأوكرانيا تحديداً فهو تتحدث العقيدة العسكرية على أن هناك أحلاف عسكرية إذا طبعاً وقفت حلف عسكرية إذا وقف مع أوكرانيا أو مع دولة معتدية فهو طبعاً سوف يتم ردع هذا الحلف أو الردع لهذا الحلف وليس فقط على الجهة التي يتم طبعاً انطلاق الهجوم منها فأعتقد الوضع يعني روسيا الآن نعم فضل طيب تفضل البقاء بعد دكتور نزار وأيضاً سيدة الكسير سنستكمل هذا الحوار ولكن دعونا أيضاً نتابع أوروبياً يلقى هذا القرار الأمريكي أصداء إيجابية فرنسا الحليفة لأوكرانيا وصفت قرار بايدن بالجيد إذ رحب الرئيس منويل ماكرون بقرار ضرب العمق الروسي بالصواريخ بعيدة المدى موضحاً أن دعوة إدارة بايدن هذه جاءت بسبب تدخل جنود من كوريا الشمالية في أوكرانيا معتبراً أن القرار الروسي بهذا الشأن تصعيدي موقف فرنسي آخر صدر عن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو الذي قال أن استخدام القوات الأوكرانية صواريخ فرنسية لضرب الأراضي الروسية يبقى خياراً لقد سمعتم الرئيس ماكرون في الخامس والعشرين من مايو الماضي في ميرسبرغ حينها قلنا صراحة إن قصف أهداف داخل روسيا خيار سننظر فيه إذا كان سيسمح بضرب الأهداف التي يهاجم منها الروس حالياً الأراضي الأوكرانية ومن هولندا خرج موقف مؤيد آخر وزير الخارجية الهولندي اعتبر أن استخدام الأسلحة لضرب العمق الروسي رد مناسب بالنظر إلى انضمام قوات كوريا الشمالية إلى صفوف الجيش الروسي أعتقد أن هذا رد مناسب خاصة بالنظر إلى وجود قوات كوريا الشمالية الآن على الجانب الروسي المؤسف هو تسريب هذه الخطوة كنت أفضل لو كان مفاجأة لروس نعود لاستكمال الحديث أذهب الآن إلى ضيفي يا سيدة الكسي سيدة الكسي ما الذي تريد أن تحققه كييف باللجوء إلى ضرب العمق الروسي باستخدام أسلحة أو صواريخ بعيدة المدى قبل أن أجيب على هذا السؤال دعيني فقط أستوضح نقطة مهمة بالنسبة للعقيدة النووية تتحدث روسيا عن العمل الهجومي وفي هذه الحرب هناك دولة محتلة وهي روسيا لأنها تحتل أراضي أوكرانية وإذا ما تحدثنا عن منطقة كورسك ودخول القوات الأوكرانية إلى هذه المنطقة أوضحت أوكرانيا أنها لن تلحق أو لن تضم هذه الأراضي ولن تحتل هذه الأراضي وبالتالي هناك جهة عدائية واحدة أو هجومية واحدة وهي روسيا أما فيما يتعلق باستخدام الصواريخ الباليستية يهدف هذا الاستخدام إلى تقويض قدرات روسيا على الهجوم على أوكرانيا وأعتقد أن ذلك يستخدم صواريخ الأتاكامز لضرب مرافق عسكرية لروسيا دمر أو سوف يؤدي إلى تدمير مواقع عدة للصواريخ الباليستية وهذا من شأنه أن يخفف من التصعيد وليس أن يزيد الأمور تصعيدا وهذا سوف يحول دون هجوم روسيا على مبان وعلى بنى تحتية مدنية في أوكرانيا هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب لو تشرح لنا أكثر سيدة لكسي كيف يمكن استخدام هذه الصواريخ بعيدة المدى بضرب كما تقول مرافق عسكرية روسية أن يخفف من التصعيد الروسي فقط ربما الفكرة الأولى بأنه أنت تتحدث عن دولة كبيرة مرافق عدة يعني حتى كم عدد الصواريخ التي قد تكون بحوزة أوكرانيا هنا نقطة مهمة أيضا بأنه روسيا ترى بأنه إطلاق هذه الصواريخ لن تستطيع كيف أن تطلقها بمفردها هذا يعني بناه بحاجة إلى مساعدة من دول من حلف الناتو وهذا يعني بحسب وجهة النظر الروسية بأنه هناك مشاركة مباشرة من قبل الناتو بإطلاق هذه الصواريخ على موسكو أو على روسيا تحديدا هنا في الواقع ما من جنود تابعة لحلف شمالي الأطلسي على الأراضي الأوكرانية سوف تطلق أوكرانيا هذه الصواريخ من منصات جوية ومن منصات أرضية يتولى توجيهها عناصر أوكرانيون عسكريون أما فيما يتعلق بعدد الصواريخ المطلوبة يمكننا أن نتحدث عن عشرات الصواريخ وليس مئات الصواريخ لأن هذا العدد من الصواريخ محدود ولكن كما قلت أعتقد أن هذا الهجوم سوف يكون مجموعة أو كنية عن مجموعة من الصواريخ المنتجة أوكرانيا أو على سعيد أوكراني أو من الغربي حتى منذ بضع أيام فقط ضربت روسيا أوكرانيا بمئات الصواريخ في هجوم واحد فقط إذا ما رجحت أوكرانيا بتدمير إحدى منصات إطلاق الصواريخ داخل روسيا ربما في الهجوم التالي لن تمكن روسيا من إطلاق مئات الصواريخ ضد أوكرانيا هذا ما أعنيه بإزالة التصعيد كل يوم تسقط روسيا مئات الصواريخ جويا على أوكرانيا وبالتالي إن نجحت أوكرانيا في تدمير بعض المنصات الجوية أو المرافق العسكرية من هذا النوع أعتقد أن ذلك سوف يردع روسيا إلى حد كبير وقدرتها الهجومية على أوكرانيا ولكن سيد أليكسيا ما تتحدث عنه وكان خطة حرب مفصلة محددة الأهداف دعنا نذهب الآن إلى دكتور نيزار دكتور نيزار ما رأيك في ظل هذا السيناريو الذي تحدث عنه سيد أليكسيا الآن هل يمكن فعلا إن تحقق هذا السيناريو الذي تحدث عنه أن يقوم بردع روسيا من إطلاق صواريخ كما يقول أو من شن هذا الهجوم الجوي على أوكرانيا أعتقد أن الأطفال حتى الذين لا يعرفون السياسة لو تحدثنا معهم بهذا المنطق لضحكوا حقيقة يعني يعني ما هذا هي السذاجة أن نقول أن الصواريخ أتا كامس أو عشرات الصواريخ سوف تردع روسيا وتتوقف الحرب يعني تصوري مع هذا المنطق يعني هذا ليس تحليل سياسي هذا وهم حقيقي أعتقد يجب على السيد أليكسيا مع الاحترام أن يقرأ أكثر إن كان تاريخيا وإن كان حاضر يعني التاريخ الروسي هو يعرف أيضا كذلك ولكن لا يمكن ردع روسيا على الإطلاق إلا بالذهاب إلى ردع روسيا لا يمكن الردع هو فقط وقف الحرب وقف الحرب الذهاب إلى المفاوضات والذهاب إلى المفاوضات حسب الأمر الواقع تماما وإلا روسيا سوف تكون خاسرة ودولة نووية أن تخسر هذه الحرب فأعتقد نحن ذاهبون إلى حرب نووية وهذا لا يريده أحد لا روسي يريدونه ولا أعتقد الأمريكان يريدونه وحتى الألمان وطبعا الرؤوس الحامية في داخل أوروبا أيضا لا يريدون ذلك كل ما يريدونه أن يجعلوا أوكرانيا حطبا والذين يقتلون يا سيد أليكسي هم أوكرانيون وليس ألمان وليس فرنسيون وليس أمريكان هم الذين يقتلون يوميا وأنتم تعرفون حسب أحصائيات الأوروبية اليوم أنا قرأتها وليس أحصائيات روسية على الإطلاق أن أكثر من 900 ألف جندي أوكراني قتلوا عن ماذا تتحدث يا سيد أليكسي كيف يمكن أن تردع روسيا بعدة صواريخ أو حتى بمئة صاروخ حتى بمئة صاروخ أتكامست ووصلت وصلت أربعون صاروخ إلى أهداف معينة في روسيا هل سوف تردع روسيا ذلك؟ بل بالعكس سوف روسيا تنهي كييف وأوكرانيا وما بعد أوكرانيا الآن فعلا إذا وصلنا إلى صواريخ يعني أربعون صاروخ خمسون صاروخ وصلوا إلى أهداف معينة في العمق الروسي فأعتقد عندها لن يكون أحد على الخارطة لا في أوكرانيا وأعتقد في أوروبا أيضا فعن ماذا تتحدث؟ لعلى الإطلاق ردع روسيا أو الجميع سوف يرتدع الأفضل أن نتحدث الجميع سوف يرتدع هو الذهاب إلى طاولة المفاوضات وطبعا البصم على أمر واقع هذه المناطق الأربعة إضافة إلى القرم لا يمكن الحديث عنها ولا يمكن أن تعود إلى أوكرانيا لأنها أصبحت روسيا والآن روسيا تبني فيها الجسور والطرقات والمستشفيات والمسارح والمدارس فأعتقد لا يمكن أن تتراجع روسيا عن ذلك لأنه لو تراجعت هذا يعني أن أوكرانيا سوف تدخل في حلف الناتو وعندها سوف تحترق روسيا فيما بعد وهذا لا يمكن أن تفوته روسيا على نفسها وكما قلت لكم في البداية أن روسيا جاءت في هذه التعديلات بالعقيدة النووية متأخرة جدا وهذا ما ينتقد الشعب ينتقد في دقيقة دكتور نزارد دعنا نتبقى إلى سيدة الكسي سيدة الكسي ما الذي يريده اليوم فعلا الرئيس زيلانسكي لأنه كان يطالب بهذا القرام منذ فترة موضوع استخدام هذه الصواريخ وهو تحدث أيضا عن هاء الحرب العامة المقبن خلال وسائل ديبلوماسية هل هذا وارد؟ في دقيقة لو تسمع بالطبع أن أوكرانيا تأمل دائما بالتواجه إلى طاولة المفاوضات على أن تكون هذه المفاوضات قائمة على موضوع معين حتى الآن تريد روسيا أن تجبر أوكرانيا على الاستسلام وهذا أمر غير قابل للتفاوض فيما يتعلق بأوكرانيا لما روسيا إذن قلقة إذا عشرات الصواريخ صواريخ التاكامز التي نتحدث عنها لم تحقق روسيا أي شيء أو حتى الاتحاد السوفياتي لم يحقق أي شيء في أفغانستان الولايات المتحدة أيضا لم تحقق أي شيء في أفغانستان أو في فيتنام وهناك الكثير من الحالات إذن التي خسرت فيها دول نووية حربا أو اثنين إن رئيس زيلانسكي أعلن بوضوح أن صواريخ أتاكامز ليست بالحل الشافي لم تشكل نقطة تحول في هذه الحرب هي فقط وسيلة تستعين بها أوكرانيا الدفاعي عن نفسها ترجمة نانسي قنقر